طب ما إحنا ذكرنا بقى حراس المرمى نخش على الأهلي وممتاز صراحة يعني مش هسأل أسئلة تقليدية رأي حضرتك إيه في حراس المرمى ما حنقول كويسين بأكيد أنا بتكلم بشكل يعني أكتر تفصيلا حاجات فنية بقية محمد الشناوي يعني أثبت نفسه بجدارة عظيمة وزي ما بتقال عليه من الجميع بصراحة يعني حارس مرمى مصر الأول إذا ما كانش أفريقيا طيب تعال نروح مع حضرتك ليه البودلاء نكلم عن علي لطفي وعن مصطفى شوبير كابتن جلال إزاي بتشوف يعني علي لطفي إعداءا بما كمان إحنا حنتكلم أو لو رجعنا ليه المتش بتاع الأهلي والزمالك وتقلقه اللي كان غير متوقع للبعض أنا حقول للبعض ومدى استعداده دلوقتي ليه خود المباراة أو مثلا نقدر نقول بشكل أساسي المباراة مختلفة أو بطولات مختلفة بص حضرتك علي لطفي من الحراس المرمى الجايدين جدا وأنا مرمته في أمبي وأنا اللي عابته في الدولة الممتازمة علي لطفي المشكلة بس إن لازم حرس يلعب ودراتي شناوي هو رقم واحد في مصر ولازم هو اللي يبتدي هو اللي على طول اللي لازم يكون متواجد لأنه عشان برضه عنده متخب مصر ورايح دلوقتي كمان لأولمبيات فالطبيعي جدا إن لازم حرس مرما يلعب الطبيعي تاني إن الحرس التاني أو التالت لإن أنت راجل محترف وبتاخد فلوس على الموضوع اللي أنت شغال فيه فلازم تبقى جاهز لأي وقت في أي مرحلة تلعب فيها تبقى جاهز ومتبقاش وحش ده مهم جدا كالاحتراف أنا أتكلم على واحد محترف محترف يعني أنت راجل جاهز في أي وقت وتلعب يعني ما تحسس الناس إن كنت هم تلعبش ده مهم جدا 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 بالنسبة لللاعب المحترف وبتلعب في النادي الأهلي يعني في أي وقت ممكن تلعب فعلي لطفي أثبت إن هو بصراحة من حراس المرما الجايدين بدليل إن هو لعب ماتش الزمالك وبقاله كان فترة كبيرة جدا ما بيلعبش أثبت وجوده وصد ضربة جزاء وكان عامل أساسي إن إحنا كسبنا المباراة ده مهم جدا ده مهم جدا أنا اتبسطت جدا في مباراة المقاولين لما نزل مكان الشناوي عشان الشناوي برضو رايح شوية وعلي لطفي لعب وكان في الشروط التاني كان هايل جدا جدا محستيش أنا كمدرب حلاث ماما أو مدرب أو فني محستش إن في أي خطورة أو في أي ألأ أو في أي اختلاف رابع عليك أنا محستش إن عالي لطفي أنا حستش إن هو يعني لو دخلت أنا على الشروط التاني بس أفتكري إن هو كان بيلعب من الشروط الأولاني ده مهم جدا لإني أما بتخش الشروط التاني أو بتخش مكان لعب مصاب المشكلة بتبقى شوية فيها ألأ شوية بس أنا محستش كده مع عالي لطفي بصراح في المباراة في المباراة